متابعي قناة تلفزاتي فير جعنا لكم في الجزء الثاني من برنامج اليوم بعد ما تحدثنا في الجزء الأول على زيارة الرئيس التركي إلى تونس الجزء الثاني نتحدث عن مشاورات تشكيل الحكومة ضيفنا كما قلنا السيد فريد العليبي المحلل السياسي وأستاذ الفلسفة بالجامعة التونسية سفريد بعد حديث طويل لمدة تقريبا أكثر من شهر ونصف الحبيب الجملي طلب مهلة ثانية لتكوين الحكومة ولحد اليوم الجمعة 27 ديسمبر مازال منجحش على الأقل في التجميع واختيار من سيكونون في هذه الحكومة تيار حركة الشعب النهضة وتحية تونس ثم تغير الحديث إلى حكومة كفاءات إمكانية وجود قلب تونس ومساندة من ائتلاف الكلامة اليوم أخرى تطورات حديث عن أن قيس سعيد طلب لقاء بالحبيب الجملي لكي يطلب منه العودة إلى التيار الديمقراطي وحركة الشعب وإمكانية إعادة خلط الأمور من جديد أين يذهب الحبيب الجملي بهذه الوضعية هو السيد الحبيب الجملي كان قد ذكر ما يليه أن على طاولته هناك جملة من الخطط خطة أولى خطة ثانية إلى آخره ويبدو أنه في لحظة من اللحظات اشتغل على حكومة من السياسيين ولكن تبين له أن هذه الحكومة لا يمكن أن ترى النور لسبب بسيط وهو الصراع حول حقائب الاستراتيجية أو الوزارات السيادية كما يشار إلى ذلك في الإعلام وعندما واجه هذه الصعوبة في رأيي أنه ربما توجه إلى حركة النعضة وهي التي زكته ووضعت بين يديه إنجاز هذه المهمة ربما آمن لنا أن تتنازل هنا أو هناك ولكن الحركات تشبثت على ما يبدو خليك في البلان آكي ما حكيت أنت في الوضعية الأولى حكومة سياسية ما هي الضغوطات التي منعت الأحبيب الجملي من إنهاء هذه الحكومة السياسية يعني لأن الحكومة السياسية الناس كلنا عرفوا أن الحكومة السياسية تحظى بتأييد يعني كل ما يكون حزب داخلها كل ما أنه باشي أيدها في البرلمان وتحصل على حزام برلماني هناك مشكلة يعني حاليا في توصفة وطلنا المشكلة هي تالية هي أن حركة النعضة تعتقد أنها حققت فوزا كبيرا وهذا غير صحيح لأن فوز حركة النعضة هو فوز لا يمكنها من أن تشكل لوحدها حكومة مستقرة إلى آخره إذن هي بحاجة إلى حلفاء وحلفاء كثيرين حتى تصل إلى تلك النسبة 109 من الأصل والرجل الأحبيب الجملي يتحرك ضمن هذه الحدود إذن الحدود هو هي حدود حركة النعضة في حقيقة الأمر لكن أؤكد أنه قادر يقول له أن حركة النعضة حتى الآن لا أعتقد ذلك ربما الأمر هو ما سماه البعض المخاتلة السياسية ومن قبيل المخاتلة السياسية حركة النعضة تريد أن تحقي لعموم الشعب أن الحبيب الجملي مستقل وقالت ذلك مرارا وتكرارا ولكن ما رجحا هو أن المهندس الحقيقي للحكومة المرتقبة هو شيخ راجد الغنوشي بدليل لقاءاته مع رؤساء أحزاب أخرى بل أيضا لقاءاته مع قلب تونس ورئيس قلب تونس إلى آخره ثم كان من أمر الانتخابات في البرلمان فبدأ الرجل ضعيفا بمعنى الحبيب الجملي ضعيف ويتحرك ضمن ذلك المربع إذن من هذه الزاوية القوى السياسية التي أراد أن ينفتح عليها لتشكيل الحكومة هذه القوى تبين لها شيئا فشيئا أنه غير ممسك بعينان التشكيل أو تكوين الحكومة المرتقبة هل استغلت ذلك هذه القوى السياسية هل حاولت استغلال الأحبيب الجميلة الضغط على حركة النهضة يعني حاولت إظهار حركة النهضة بصورة الحركة الغير مريدة للتحالف مع القوى التورية بين قوسية هي حركة النهضة أرادت أن تقول ما يلي من خلال حواراتها مع تلك الأحزاب أرادت إيصال تلك الأحزاب إلى النقطة التي معها يمكن أن نزعو ما أمام عموم أن الناس أن تلك القوى لا تريد المشاركة إلا وهي تحصل على ما يقوق وزنها ومن ثمتها حركة النهضة كانت لحاجة إلى تبريئة ذمة بالقول الذي أشرت إليه ولكن من زاوية أخرى تلك الأحزاب ماذا أرادت؟ أرادت أن تقول أن حركة النهضة لن تبرت في وزارة الداخلية لن تبرت في وزارة العدل وهي تريد التمكين السياسي بكلمة موجزة وعندما حصل ذلك كان الانحباس كان المأزة وهنا جاءت الخطة الثانية وربما هي الخطة المقصودة استراتيجيا منذ البداية وهي خطة حركة النهضة المتمثلة بحكومة كفاءات ولكن ما هي هذه الكفاءات؟ إنها كفاءات سياسية تحت جلبابي تحت جبة الاستقلالية تحت جبة اللاسياسة هل هي حكومة كفاءات النهضة وقلب تونس؟ هو ما سوف يقومون به المرجح هو تالي سياسيا هي حكومة قلب تونس والنهضة ولكن ظاهريا هي حكومة كفاءات لذلك سوف يختارون لها بعض الشخصيات من الصف الثاني وذقيل صراحة يعني اليوم حركة النهضة اللي فهمته منك يعني أنه حركة النهضة تلاعبت بالجميع حتى بالحبيب الله جملي في حد ذاته بالأكيد من أجل الوصول إلى حكومة تسيطر عليها حكومة مع قلب تونس اللي اتهامات كبيرة القلب تونس أنه يريد أن يضع سياق في السلطة حركة قائمة حتى إديولوجيا على مبدأ التقية قائمة على المناورة قائمة على المخاتلة كان الأمر مع بورجيبة على هذا النحو كان الأمر مع ابن علي على هذا النحو وكان الأمر اليوم أيضا مع حلفائها بعد 2011 كان الأمر كذلك كلنا نعلم كيف كانت تعامل مع حلفائها السابقين ومع قلب تونس مع قلب تونس مع الجميع إذن حركة النهضة تعتقد أنها من خلال المخاتلة السياسية من خلال المناورة تصل إلى أهدافها البعيدة يتتراجع هنا لكي تتقدم هناك كلنا نذكر كلام السيد الغنوشي عندما قال خرجنا من الحكومة ولكننا لم نخرج من الحكم كلنا نذكر تصريحات شبيهة بهذا الذي أقوله إذن الحكومة اليوم مرتهنة بحركة النهضة فقط سيفاريت باش نفهمه الناس لأنه أنت تحكي لهنا على حركة النهضة بسيفعة ما خلينا نحكيه على الأحزاب الأخرى قلب تونس هل أنه الحزب هذا يضحي بكل شيء من أجل أنه يكون في الحكم هو لا ينبع وهنا هذه اتهامات بعضنا ترفز السياسية التيار حركة الشعب التي ترفض أنها تتحالف مع قلب تونس لكن تقول أنه قلب تونس يريد ضمانات فقط من أجل أن يكون في الحكم ومن أجل تمشي تلومور معنا نسميها مع حركة النهضة في إطار الحكم هو في الاتفق أن هناك عاملين أساسيين ينبغي أن نقرأ بهم الوضع السياسي في تونس هذا المشهد قلت يخضع لهذه العابلين وهما العامل الداخلي الصراعات الداخلية ولكن أيضا هناك العامل الخارجي فيما يتصل بالعامل الخارجي عندما نأخذ أمريكا والاتحاد الأوروبي هما يدفعان باتجاه بقاء التحالف السابق على حاله أي ما كان من أمر التوافق بين نداء تونس وحركة النهضة أن يظل على حاله وفي هذا السيناريو قلب تونس مع تغيير بسيط هو أن النداء يعوض بقلب تونس وقلب تونس هو جاء من رحي من نداء تونس إذن هما الليبراليين في نهاية مطاف اليمين الليبرالي واليمين الديني مثل ما قال الشيخ راشد الغنوشي في فترة من الفترات قال هما الجنحات هذين الجنحين مطلوب دوليا من طرف القواء الكبرى والتي لها قروضها لها اعتماداتها إلى آخره تدفع باتجاه أن تظل الأمور على هذه الشاكلة هذا أولا ثم العامل الثاني ما هو هذا العامل يتصل بالصراعات الداخلية اليوم قلب تونس والعائلة التي تدور حوله وإذا أردنا أن نعمل ونقول مع بعض الاستثناءات القليلة اليمين الدستوري اليمين الدستوري الليبرالي إلى آخره هذه القوة اليوم تعود إلى الساحة بنشاط وهي تريد أن تكون لها مواقع ولا تريد أن تخرج تماما من الحلبة السياسية ولا يذيرها لا يقلقها أن تضع بطبيعة الحال يدها في يد الإسلام السياسي وهنا من المستفيد باستثناء القوى الدولية التي تريد أن يكون الوضع بالتوافق الذي تعودنا عليه من المستفيد في الداخل؟ المستفيد هم كبار بارونات المال والإعلام والأعمال وتلك القوى التي تبيع منتجاتها وكل ذلك الخدمات تلك القرون إلى آخره هناك قوى مستفيدة لكن هناك قوى اليسار الاجتماعي ممثلة في حركة الشعب والتيارة الديمقراطية كانت على استعداد لتضع يدها في يد اليمين اللي سميته أنت اليمين الديني ممثلا في حركة النهضة وإتلاف الكرامة فقط من أجل أن تكون في الحكومة رغم الاختلافات وهذا هنا تحكيه برشا وتسأل برشا كيفاش النجم نكون في حكومة كيف ستكون خيارات الاقتصادية لحكومة تجمع هذه الأطراف المتناقضة هو ربما يعني أنا من هؤلاء الذين لا يرون أن حركة الطعب لأنه فقط بداعي الثورية لأنه فقط هذا الكلام بداعي الثورية حتى في علاقة بما هو الثوري يعني ينبغي أن نتابع المسألة منذ جذورها إن شاء الله وسوف نرى يعني تلك القوى لا علاقة لها باليسار الاجتماعي حركة لا الشعب ولا التيارة الديمقراطية أقرب إلى اليسار الاجتماعي وخياراتهم الاقتصادية حتى فيما يخص البنك المركزي وفيما يخص خصصة المؤسسات العمومية هي أقرب إلى خيارات اليسار الاجتماعي إن كان الأمر يتعلق بقرابة ربما يكون نقاش المسألة ولكن قلت فيما يتصل بالحكومة والصراعات التي ينبغي أن تفسر لنا كيفية تكونها تلك القوى التي أشرت إليها بقربها من اليسار الاجتماعي إلى آخره تلك القوى كانت أيضا قد وعدت مثل ما وعدت حركة النهضة ناخبيها بعدم وضع اليد في حركة النهضة هذا من زاوية ثم من زاوية ثانية هي تعلم أن حركة النهضة في ورطة اقتصاديا اجتماعيا دوليا إلى آخره بل الإخوان المسلمين اليوم تروح بحدة ملبهم أمام الإدارة الأمريكية وحتى الإدارة الفرنسية لتصنيف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية إذن تلك القوات تنظر إلى الأمر في سلة بالانتخابات القادمة وليس هذه الانتخابات بمعنى أنها تراكم القوى لكي تكون بديلا للنهضة وليس شركة لها الحديث لهنا على المعارضة المغرية المعارضة التي تضمن لك أن تكون متوجدة في 2024 لكن المعارضة هذه دمرت الجبهة الشعبية في 2014 هو الجبهة الشعبية ملفها ملف آخر مختلف ودمر خير الجبهة الشعبية من الأحزاب إذا تحدثنا عن إغراء الانتخابين تلك القوات قلت تفعل فعلها وعينها على الانتخابات القادمة لأن ما هو بين يديها حاليا لا يمكنها من الكثير وعندما لا يمكنها من الكثير فهي تريد ذلك الكثير غدا أو بعد غد ومن هنا فإن ما تضعه من أسهم سياسية في حسابها الآن من خلال تلك المواقب يمكن تصريفه في المحطات اللاحقة وقلت من هذه الدولية هل خافت أستاذ فريد من أن يحدث لها ما حدث للقوى المكونة للترويكا وما حدث لنداء تونس تقصد تلك الأحزاب يعني يعني نقصد على التيار وحركة الشعب هل خافت مما حدث للمؤتمر من أجل الجمهورية ما حدث للا التكتل وما حدث لنداء تونس هو بالتأكيد يعني الإسلام السياسي خاصة في السنوات الأخيرة تبين جيدا أنه يتلاعب بتلك القوى التي يتحالف معها بمعنى أنه يستعملها وليست هي التي تستعمله وهل أحسنت التلاعب في هذه الحالة؟ بالتأكيد هناك تلاعب وذلك التلاعب انتبهت إلي هذه القوى لا تنسى على سبيل المثال أن وزير سابق استعمل عبارة الحكومة المرتقبة حكومة مخاتلة قال هؤلاء يخاتلون الأمين العام لاتحاد الشغل اليوم يستعمل أيضا هذه العبارة بالإشارة إلى ما يجري ومن ثم هناك انتباه لأن الذي حدث لألباجي قائد السبسي وسياسة التوافق وما حدث لحزبه إلى آخره ينبغي أن يدرس وينبغي أن يدرس جيدا من طرف الأحزار السياسية لكن هنا نحكي على التيار وحركة الشعب وقلب تونس مثلا وتحية تونس هل أحسنت في هذه المفاوضات التلاعب مع النحوة؟ لا هو من تلاعب بمن؟ الاستفادة من دروس غيرها ربما السؤال من لعب بمن؟ من استثمر من؟ من استعمل من؟ الذي يستعمل عادة غيره هو الأقوى في موازين القوى وبهذا البرلمان المشتت هل هناك من هو أقوى؟ بالتأكيد حركة النظر أقوى ليس فقط في علاقة بالبرلمان وإنما حركة النظر وراءها تجربة الترويكا هي اليوم موجودة بمفاصل كثيرة للدولة وهي تستثمر ذلك بالضغط على هؤلاء الخصوم وحتى استمالتهم وعندما يذهبون إليها فإنهم يكتشفون بعد ذلك أنهم فعلوا ذلك سودان لأن هنا التكتيك السياسي المناورة السياسية السياسة كالحرب كلاوز فيتس كان قد قال أن السياسة حرب بطريقة أخرى والحرب يستمرار للسياسة بوسائل أخرى ففي كل الحالات ينبغي النظر إلى المسألة من زوية موازين القوى التي أشرفتها موازين القوى التي نتحدث عنها هل هي التي منعت حركة النهضة من التسليم بوزارات السيادة للطيارة الديمقراطية؟ وكما ذكرت قبل حين حركة النهضة تريد تلك الوزارات حتى ولو صمي عليها وزير من هذه الحركة أو من ذلك الحزب الذي يقابلها في المتوضات هي تريد وربما رغبتني ذلك منذ وقت قليل وحققت جانبا من ذلك هي تريد تلك الوزارات تحت جناحها هل تخاف التخلي عن هذه الوزارات؟ هل ترفض؟ هل تخاف أكثر من أنه ترفض؟ بالتأكيد يتخاف ذلك خوفا شديدا الأمر قلت يتعلق بمسار كامل الأمر يتعلق بصراع وهذا صراع مرير وصراع طويل وهناك ملفات شهداء هناك ملفات الرش في سليانا هناك ملفات ضحايا كثيرين في علاقة بالترويكا وغيرها ومن هنا حركة النهضة تعرف ماذا تعني وزارة الداخلية؟ من خوفا للنهضة هل أن الطيار الديمقراطي أراد استعمال هذه الوزارات لتدمير حركة للنهضة؟ لا هو بالنسبة للطيار الديمقراطي لأنه حتى محمد عبو نسمعه في تصريحاته يقول أنه كل الملفات موجودة في الداخلية ولا نعرف من يخاف من هذه الملفات كل الملفات موجودة عند القضاء ومن يتحكم في القضاء وكأنه لهنها وقت يقول أنه النهضة ترفض مده بهذه الوزارات كأنه لهنها سفريد يقول بلغة أخرى نذهب إلى هذه الوزارات من أجل الكشف عن تسع سنوات ما بعد الثورة وعن فساد تسع سنوات ما بعد الثورة هو صحيح قيل ذلك مرارا وتكرارا وفي هذه النبرة التي تفضلت بالإشارة إليها وقلت حركة النهضة مدركة لذلك وهذا كله يخيم بظله الثقيل على السيد الحبيب الجمري ومن ثم فإن مطبات كثيرة تنتظره في الطريق حتى إن لجأ إلى الخطة الثانية أخيرا أخيرا سفريد برشة تسريبات حول الحكومة المرتقبة باقية تخرج في النهارين لفعتون النهار هذا وحديث على أنه إمكانية اليوم تكون خرجت يعني وقت تسجيل الحلقة أو غدوة وعرضها قريبا على البرلمان هل هي مناورة سياسية وأنه الحكومة صعبة تخرج خلال هذه الأيام والحكومة في كل الحالات عليها أن تولد خلال الساعات القادمة وخوف أن تولد مئة إلا وإلا فإن سوف نعود إلى مقترح حكومة الرئيس وهذا أيضا ما تهابه حركة النهار لأنه يبدو أن هناك خلاف اليوم بين قصر قرطاج بين قيس عيد الذي نذر إليه على أنه طي وصوف يكون طيعا ولكن الرجل الذي كان قد قال إن الوحية لم ينزل في مون بليزير هذا الرجل يبدو أن له استقلاليته لأنه بعودته اليوم للحديث مع الجملكة أنه عادة لإبراز أنه موجود على الساحة ولكن لا ننسى صحيح ولكن لا ننسى ما قاله في سيدي بوزير بمعنى أنه هناك الأيدي مغلولة ينبغي أن نبسح المجال أمام الشعب لكي ينال ما يريد ويحقق ما يريد وأن نجد الأليات المناسبة لذلك واليوم على سعيد هذه الأليات هناك إنحباس وذلك إنحباس ربما هو إنحباس مقصود شكرا لك فريد على ليبيا المحلل السياسي وأستاذ الفلسفة بالجامعة التونسية تشرفنا ديما بحضوركم عنك شكرا لكم متابعين الله يا كيرام نحن نكون وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجنا نهاية أسبوع سعيدة للجميع تحيات مختار الشيباني في لامان هذا البرنامج برعاية جريدة العرب أول جريدة عربية مستقلة تأسست بلندن عام 1977 تجدونها كل صباح في جميع الأكشاك